بسم الله هنتكلم مع بعض عن الوظائف والروتين اليومي قبل ما نبدأ في الكلام عن المحادثة عاوزين نتعرف يعني ايه وظيفة وظيفة باللغة الانجليزية تعني job 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 والعادات اليومية او اسلوب حياتنا الاشياء اللي احنا معتدين ان احنا بنكررها كل يوم زي الاستيقاظ ووقت النوم ووقت الفطار الغداء العشاء الزهاب الى العمل الرجوع من العمل ده كله بتسميه روتين يومي or daily routine daily routine واحنا في الكورس هنكسر القاعدة لان معظم الكورس ممكن يبدأوا بالتعارف او تقديم الشخص لنفسه وهكذا لا خلينا نبدأ بحاجة مختلفة وهي الوظائف والروتين اليومي او the jobs and daily routine الوظائف خلونا نتعرف على بعض اسماء الوظائف الشائع a teacher this is american english in british english a teacher repeat after me please زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ياريت نقلد كل الكلمات اللي هقولها وكل الأصوات اللي بنتقها teacher or teacher teacher تعني معلم او مدرس a businessman a businessman it's not a businessman man رجل أعمال باللغة الإنجليزية تعني businessman business business من من businessman not business man businessman or رجل الإطفاء fireman fireman if not it is zay من 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 repeat after me fireman fire نار and man becomes fireman we also have the postman the postman رجل البريد او ساعي البريد the postman post man الكلمتين مع بعض postman a police officer a police officer ضابط شرطة in english you have to say police police it's not police ناس كتير بينطقوا الكلمة دي police no it's police قريبا من النطق العربي زي ما بنقول police it's police بس ناخد بالنا من النطق ال p sound police 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 officer a builder a builder عامل البناء او البناء تعني builder or in british english build build without the r بدون ال r في نهاية الكلمة يبقى american builder or builder a nurse a nurse a nurse nurse حاولوا تقلدوا النطق بالضبط a nurse 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 يعني ممرضة أو ممرضة or in british english a nurse a nurse a shop a shop assistant shop assistant shop assistant الباع في أي محل زي المنابس مثلا a waiter a waiter this is the british pronunciation in american english a waiter a waiter repeat after me a waiter a waiter كلمة waiter لابد أن يكون رجل كلمة مذكرة المؤنث منها waitress waitress flight attendant flight attendant المضيف أو المضيفة والمضيف بنقول عليه host والمضيفة hostess a lawyer lawyer دي طبعا كانت فكرة بسيطة عن بعض الوظائف وليس كلها ننتقل للسؤال عن الوظيفة لو شخص بيحاول يسأل شخص عن وظيفته هيقوله إيه what do you do what do you do what do you do ماذا تعمل ماذا تعمل ويريت ناخد بالنا لما أسأل حد عن الوظيفة أنا بقول what do you do أما لو بقابل شخص لأول مرة في حياتي أنا ممكن أقوله how do you do how do you do how do you do أما السؤال عن الوظيفة what do you do what do you do وممكن بدلا ما أقول what do you do أقول what's your job what's your job ما هي وظيفتك إذن لما أسأل شخص what do you do هيرد بيقولي نركز كويس في الإجابة I am a teacher I am a teacher فلو شخص سألني وقال لي what do you do I have to say I'm a teacher I'm a teacher I am بنختصرها لي I'm 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 or I'm I'm or I'm I'm a teacher I'm a teacher I'm a teacher أوكي حاولوا ترددوا معايا what do you do what do you do I'm a teacher أوكي where does a teacher work المدرس بيشتغل فين المدرس طبعا في المدرسة فممكن أكمل الإجابة وأقول I work in a school I work in a school I teach English I teach English لو الشخص اللي بيرد بيشتغل bank clerk bank clerk يعني إيه bank clerk bank clerk يعني موظف bank موظف البنك موظف البنك هيشتغل فين أولا هو هيقول I'm a bank clerk I work in a ها البنك لرك هيشتغل فين Yes I work in a bank I work in a bank طيب لو الشخص رد وقال I am a receptionist I am a receptionist receptionist تعني موظف استقبال موظف استقبال أين يعمل موظف الاستقبال في المدرسة في المدرسة لا طبعا receptionist في أغلب الحالات هيكون موجود in a hotel فهيقول I am a receptionist I work in a hotel I am a receptionist repeat after me I am a receptionist I work in a hotel أنا أعمل في فندق لو أنا عاوزة أسأل نفس السؤال اللي هو السؤال عن الوظيفة بس بسأل عن شخص غائب اللي هو في الضمائر بيكون he, she or it فبدل ما أقول What do you do? لازم أقول What does he do? What does he do? What does he do? Or What does she do? What does she do? What does she do? وظفتها إيه وظفته إيه الرد هيكون مثلا he's a builder he is a builder هنختصر he مع is ونخليهم he's تنطق he's he is تنطق he's he's a builder he's a builder she's a nurse he's retired he's retired he's retired retired معناها هو متقعد لا يعمل he's retired he's a teacher he works in a school he's a teacher he works in a school he's a shop assistant he's a shop assistant he works in a clothes shop أنا قلت I'm a teacher I work in a school لما هتكلم عنه he لازم أقول he works he works he works in a school or she's a nurse she works in a hospital What about the retired الشخص المتقاعد هل هو بيشتغل عنده وظيفة No يبقى لازم أقول He doesn't work He does not work هو لا يعمل He doesn't work خلونا نبص على الجمل دي وننتقها مع بعض I work I work أنا أعمل I don't work أنا لا أعمل He works He works هو يعمل He works She works هي تعمل Do you work? Do you work? Do you work? هل تعمل? Repeat after me Do you work? Yes I do Or No I don't No I don't I don't work أنا لا أعمل Yes I do Or No I don't Does he work? Does he work? Does he work? Yes he does Or No he doesn't What about she? Does she work? هل هي تعمل? No she doesn't Or Yes she does طيب بسرعة كده خلونا نشوف الجمل دي الجمل دي هيكون فيها فراغات وإحنا هنملى الفراغات ديت بكلمات إحنا هنشوف إنها مناسبة لتكملة الجملة Number one I Mathematics I بعدين في فراغ Mathematics Or Math Math الرياضيات طيب بعد I يبقى أنا محتاجة فعل Verb I إيه الفعل اللي ممكن نستخدمه هنا I مثلا ممكن نقول I work Mathematics No كده الجملة مش صحيحة ممكن أقول I teach mathematics I teach mathematics وظيفة I'm a teacher I teach mathematics or math الرياضيات Number two I Taxis I Taxis إيه الإجابة؟ أيوة Drive I drive Taxis I drive Taxis يبقى هو بيشتغل إيه؟ He is a taxi driver He is a taxi driver سائق Taxi Number four I'm unemployed I'm unemployed I'm unemployed Unemployed تعني عاطل عن العمل شخص عنده شغل I work I وفي فراغ and then work I what I أيوة مظبوط I don't work Unemployed تعني عاطل عن العمل إذن لازم يقول I don't work أنا لا أعمل دلوقتي نقدر نشوف نموذة كامل لمحادثة عن الوظائف والسؤال عنها والروتين اليومي أو الدايلي روتين في المحادثة عمر بيسأل أحمد Hi My name is عمر I'm learning English Can I ask you some questions about your daily routine مرحبا أنا اسمي عمر وأنا أتعلم اللغة الإنجليزية هل من الممكن أن أسألك بعض الأسئلة عن روتينك اليومي؟ Can I ask you some questions about your daily routine Can I ممكن تستخدم لطلب أي شيء من أي شخص Hi My name is عمر I'm learning English Can I ask you some questions about your daily routine أحمد ممكن يرد ويقول Of course you can Of course you can طبعا اتفضل اسأل عمر هيسأل ويقول What do you do What do you do أو What's your job أحمد I am a doctor I work in a hospital عمر What time do you get up What time do you get up What time تستخدم للسؤال عن الوقت يعني متى What time طيب اي تاني ممكن نستخدمه بدل What time طبعا ممكن نستخدم When When لو بسأل شخص عن مثلا زي السؤال ده موعد استيقاضه في الصباح لازم أقول What time do you get up 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 متى تستيقض انت بتصحى امتى الصبح أو When do you get up When do you get up متى تستيقض هيرد أحمد ويقول I get up I get up at 6 o'clock I get up at 6 o'clock ممكن نقول 6 o'clock or 6 a.m 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 يعني صباحا هنا السؤال What time do you get up هنا السؤال ده كده عمر بدى يسأل عن النظام اليومي اللي أحمد متابعه كل يوم يقوله انت بتصحى امتى ده بقى الديلي روتين بتاع أحمد وعمر بيسأل عنه What time do you go back home What time do you go back home اتفقنا What time بتسأل عن الوقت هو هنا بيقوله What time do you go back home What time do you get back home يعني متى تعود إلى المنزل Go back or get back تعني تعود وعلى بعضها بنقول Go back home Go back home Get back home Go back home Get back home We don't say go back to home هنا أكننا بنترجم اللغة العربية لا بالإنجلش بنقول Go back home or get back home or return back home مفيش إلى اللي موجودة في العربي أعود إلى No Go back home Get back home Return back home مفيش إلى المنزل فعمر سأل أحمد وقال له متى تعود إلى المنزل أحمد ها يرد I go back home at 7 p.m. I return back home at 7 p.m. 7 p.m. قلنا صباها صباها A.M. مساء P.M. أو ممكن يقول 7 o'clock 7 o'clock بعدين What do you do in the evenings? What do you do in the evenings? ماذا تفعل في المساء؟ وهنا كلمة Evening جمع Evenings يعني كل مساء ليه؟ لأنه هو بيسأله عن عادة متكررة عن نظام حياته عن روتينه اليومي اللي كل ليلة معتاد يعمله كل يوم بالليل هو متعود يعمل الشيء ده فعمر بيسأل عنه What do you do in the evenings? أحمد ممكن يقول مثلا I usually read books I usually read books or watch TV I usually read books I usually read books or I usually read books I usually read books or watch TV يريد تقول معي I usually read books or watch TV يبقى إما بقرأ كتب أو وشاهد التلفاز I usually read books or watch TV بعدين عمر سأل What time do you go to bed؟ متى تنام؟ في الإنجلش To go to bed معناها تنام وقت النوم امتى وقت نومك؟ What time do you go to bed؟ What time do you go to bed؟ What time do you go to bed؟ When do you go to bed؟ بتنام؟ امتى؟ أحمد هيرود I go to bed at 11 p.m. I go to bed I go to bed I go to bed at 11 p.m. أنا أنام ساعة الحدي عشر مساءً I go to bed at 11 p.m. or I go to bed at 11 o'clock طب لو حداشاً ونص هايقول I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. 11 p.m. يعني حداشاً ونص بعد كده عمر هيشكر أحمد ويقول له OK Thanks for your health أحمد هيرود ويقول You're welcome Bye You're welcome لو شخص قال Thanks أو Thank you ممكن نرد ونقول له You're welcome You're welcome يبقى شكراً الرد عليها You're welcome على الرحب والساعة You're welcome You're welcome You're welcome Thanks for your help You're welcome Bye وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة وبفكركم النهاردة إحنا تكلمنا عن الوظائف والروتين اليومي ياريت تكتبولي رأيكم في الحلقة في الكومنت ياريت متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس Like and Share شكراً وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد